هذه ليست أول مظاهرات يقوم بها الشعب الإيراني على وقع الأزمة النقدية والاقتصادية لكنها ربما تكون الأولى مع قرب دخول العقوبات الأمريكية حيث التنفيذ بعد ثلاثة أيام من الآن فيما تختلف إذن هذه المظاهرات عن سابقاتها؟ تحياتي أولا لك للسادة المشاهدين بداية أود أن أشير لعدد من الاعتبارات الاعتبار الأول أن العقوبات لم تبدأ بعد وبالتالي فإن التدهور الوادى الاقتصادي ليس مرتبطا بالدرجة الأولى بالحصار الاقتصادي المتوقع فرضه لكن هو يكشف عن سوء الأحوال أو سوء إدارة العملية الاقتصادية في إيران على مدى سنوات طيلة سبقت حتى عهد الرئيس روحاني من أقام الرئيس نيجاد وكان يوطيها بالمنحة المالية التي كانت تقدم للأفراد لاستيعاب استياءهم من الممارسات الاقتصادية ومن امتفاع السوى المعيشة النقطة أو الاعتبار الثاني هو أن ربما هناك حديث من بعض المصادر على أن ربما الحكومة تستعد للعقوبات الاقتصادية من خلال تكسيف جمعها للعملة الصعبة وعدم تقديم الحلول الاقتصادية التي ترغمها على استيعاب الاقتصادية المتردية استعدادا لمواجهة العقوبات القادمة وتكون لديها فائض يمكن استثماره أنا داك هذه المظاهرات الجديدة فيها عما سبق أنها انتشرت في مراطق متعددة ورغم أنها تتحدث عن معاناة اقتصادية وارتفاع أسعار ومعاناة فيما تعلق بالمعيشة إلا أنها كانت فيها بعض الملامح الجديدة مهاجمة حوزة مهاجمة رأس النظام في سابقها لم تشهدها إيران من قبل هناك مدولات سلسية بدأت تتصاعد مع المتاظرات ربما تكشف عن اتجاهات جديدة خلال الفترة القادمة ترجمة نانسي قنقر